موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوان ديري الطلبة والطالبات المقبلين على اجتياز مباراة تعليم لهذه السنة هذا الفيديو ان شاء الله سوف نتكلم فيه على بداغجي الخطأ يعني نشرح شامل لهذه البداغجي هذه مهمة جدا يعني كتكون في الانتحال الكتابي وكيكون في الانتحال الشفوي اذا نبدأ على بركة الله يعني نعرف اول حاجة اللي هي يعني التعريف ماذا نقصده ببداغجي الخطأ بداغجي الخطأ اللي هي واحد تصور ممنهج لعملية التعليم والتعلم يعني يقوم على اعتبار الخطأ استراتيجية للتعليم والتعلم يعني كتعتمد على الخطأ كتقول لك ان الخطأ هو واحد استراتيجية للتعليم يعني ضروري من الخطأ في هذه العملية هذه اذا فهو استراتيجية للتعليم لان الوضعيات التعليمية تبنى اتمادا على مجهودات تنميذ وبحثه وما يتخلل هذا البحث من اخطأ اذا كتقول لك ان التنميذ را كيمشي كيقلب كيدي المجهودات كي يبحث وذلك البحث را كيكون في اخطأ اذا هنا يا الخطأ ارى هو واحد الامر اللي هو طبيعي كتقول لك هو استراتيجية للتعلم لانه يعتبر الخطأ امرا طبيعيا يدل على سعي المتعلم لاكتساب المعرفة الصحيحة اذا سطروا لهذا السطر الاخر هذا يعتبر الخطأ امرا طبيعيا يعني هنا هي البيضاغجية كتقول لك ان الخطأ في العملية التعليمية التعلمية ارى امر طبيعي جدا يعني الخطأ الى داخل في العملية التعليمية اذا هذا ما يقصد ببيضاغجية الخطأ انتمنى تكونوا فهمتوها احسن ما تحفظوها هنا سوف نقصد مصادر الاخطاء ماذا نقصده مصادر الاخطاء واذا هم المصادر اللي منهم يأتي الخطأ يعني نشوف اول مصدر الخطأ اللي هو مصدر نمائي ماذا نقصده بالمصدر النمائي المصدر النمائي اللي هو كنطالب التلميذ بواحد مجهود يتجاوز القدرات في مرحلة النمو الخاصة به مثلا لعدنا واحد التلميذ كي قرف مستوى الرابع ابتدائي ونحن نطالبه يجب لنا واحد التمرين لديل الخامس ابتدائي او سيدس ابتدائي هذا يعني نطالبه احنا بمجهودات اكتر من ذكشي اللي عنده يعني المعرفة اللي كاسبه هو ماشي كافية باش يجب لنا لديل خامس ابتدائي او سيدس ابتدائي اذا هذا هو مصدر نمائي للاخطاء نشوف المصدر الخطأ التاني اللي هو مصدر ابستيمولوجي يعني هنا صعوبة المفهوم ماذا نقصد صعوبة المفهوم يعني واحد المفهوم قالوا للمدرس او الاستاذ في القسم ودك تلميذ او دك متعلم يعني ما فهموشي يعني هنا يا هذا راه مصدر ابستيمولوجي والمصدر التالي اللي هو مصدر تعليمي يعني الطريقة المتبعة من طرف المدرس يعني الطريقة باش يدرس دك مدرس في القسم راهي طريقة يعني ما مفهوماشي بزاف عند بزاف ديال التلاميذ اذا هذا هو مصدر تعليمي يعني الخطأ هنا يا اما مصدر الخطأ الرابع لهو مصدر تعاقدي يعني هنا يا عدم التصريح بما ينتظره المدرس من التلميذ يعني هنا مصدر تعاقدي مثلا في اول سنة او اول حصة يعني هنا تكون عام تعاقدي حتى يحتم Due parag Seems-ici هي مصدر تعاعد مصدر ويمكن المدرس او تلميذذ يعني حتى يقول لهم advertising كذلك هاد لا يستطيع التعاقد مع المتعلمين وهناك خطأ هذا ما يقصد بمصدر تعاقدي يعني عدم التصريح بما ينتظره المدرس من التنمية دوزو أنواع الأخطاء أنواع الأخطاء مهم جدا ماذا نقصد بأنواع الأخطاء؟ يعني يعتبر الخطأ مرحلة أساسية من مراحل بناء المعرفة ويقع المتعلمون أثناء تعلمهم في عدة أنواع من الأخطاء يعني هذه الأخطاء سنرى هنا من بينها كان الأخطاء المرتبطة بالمتعلم وكان الأخطاء المرتبطة بجماعة القسم وكان الأخطاء المرتبطة بالمهمة إذن نرى الأخطاء المرتبطة بالمتعلم وهي نوعي يعني الأخطاء المنتظمة والأخطاء العشوائية يعني نرى الأخطاء المنتظمة دي المتعلم هنا تتميز بالتكرار وتؤشر على صعوبة في التعلم أو وجود عوائق أو بعدم امتلاك كفايات معينة وهذا النوع هو الذي يجب أن يتلقى فيه التنميذ الدعم المناسب ماذا نقصد بالأخطاء المنتظمة المتعلقة بالمتعلم هنا يتميز بواحد تكرار تأشر على صعوبة في التعلم أو وجود عوائق التنميذ أو المتعلم يُلقى واحد العوائق أو صعوبة في التعلم يعني بعد امتلاك كفاية معينة يعني هذا النوع من الأخطاء يجب أن يتلقى في تنمية الدعم المناسب يعني مثلا في آخر حصة يعني المدرس يعمل واحد الدعم مع ذاك المتعلم أو ذاك المتعلمين اللي يلقوا صعوبة في هذا التعلم والعوائق باش يحيدوا ذو العوائق للتعلم إذن شوفوا الأخطاء العشوائية المرتبطة بالمتعلم هنا يعني كتكون هاد الأخطاء العشوائية تكون غير منتظمة يعني ترتكبه غالبا بسبب السهو هو عدم الانتباه مثلا المدرس يشرح في القسم والتنمية أو المتعلم ساهي أو ما ينتابه شيء أو كيضان مع صديقه أو هكذا إذن هذه هي ماذا نقصده بالأخطاء العشوائية طريبا دابان دزول الأخطاء المرتبطة بجماعة القسم يعني الأخطاء هذه جماعة القسم هي نوعان كالخطأ المنعزل وكالخطأ المعبر أو الدال مثلا الخطأ المنعزل يقع فيه بعض المتعلمين وليس الكل ويجبه التركيز على الدعم الفردي لمعالجة هذا النوع يعني مثلا الخطأ المنعزل يعني بعض المتعلمين يعني كيركسوشي مزيان يعني يجب التركيز على الدعم الفردي لمعالجة هذا النوع يعني خاص المدرس يعني يحاول يخدم مع كل تنمية على هذا بشأن يعالج هذا المشكل هذا يعني هذا الأخطاء المرتبطة بجماعة القسم يعني خاصة تعالج فرضيا أما الخطأ المعبر أو الدال يمس فئة كبيرة من المتعلمين يعني يعني يؤشر على وجود خلل في الطريقة المتبعة أثناء عملية التعليم يعني هنا هذا الخطأ المعبر أو الدال يعني هنا طريقة المتبع أثناء عملية التعليم يعني واحد الفئة كبيرة من المتعلمين كي يوجدوا هذا الخطأ هذا إذن خاص الأستاذ أو المدرس يدخل ويلقى حل لهذا الخطأ هذا وقد نشوف الأخطاء المرتبطة بالمهمة يعني هنا يكون السبب في عدم فهم ما هو المطلوب إنجازه من طرف متعلم وهذا يجب إعادة النظر في طريقة التدريس زي المدرس حيث الطريقة التدريس زي المدرس مهمة جدا في كون فهم المتعلمين ماذا يقول المدرس يعني هنا يكون بعض الأخطاء من المدرسين طريقة التدريس ممكن تكونش يعني مش كل شيء يفهمه في القسم إذن هذه هي ماذا يقصد بالأخطاء المرتبطة بالمهمة المهمة نقصد بها يعني توصيل المعرفة للمتعلم طريبية يعني غد نشوف رابعا يعني هنا كيف يتم رصد الأخطاء ودمجها في الفعل التربوي يعني باش الرصد ذوك الأخطاء وندمجها في الفعل التربوي يتم ذلك بأن يعمل مدرس جاهدا على هدم التمثلات الخاطئة وتعوضها بمعرفة مواتية حسب مختلف مراحل النوم العقلي للمتعلم وذلك من خلال تهيئ وضعيات تربوية ملائمة ومن المعلوم أن التقويم التشخيصي ضروري قصد الحصول على مجموعة من البيانات التي توضح ماذا تحق المتعلم في مكتسباته السابقة وكذلك معرفة تصوراته وتمثلاته هنا يبشر رصد ذوك الأخطاء دي المتعلمين يعني ودمجها في الفعل التربوي يقول لك خاص المدرس يعني يعمل واحد جهد في هدم التمثلات على هدم التمثلات يعني الخاطئة وتعوضها بمعرفة مواتية حسب مختلف مراحل النوم العقلي المتعلم هنا خاص المدرس يعمل في الأول دي الحصة خاص يعمل واحد تقويم تشخيصي لدك المتعلمين ويصحوا مثلا تقويم تشخيصي دي الخمسة دقيقة ويحاول يصحوا معهم ويشوف كل تلميذ أو كل متعلم عشان هو يعني الأخطاء اللي كيطح فيهم باش يحاول يصلح لدوك الأخطاء مع كل تلميذ على حيضة إذن هذا ما يقصده برصد الأخطاء ودمجها في فعل الطربوي ندوزه يعني بعد أقوال مجموعة من الباحثين يعني يقول باش لار إننا نتعلم على أنقاد المعرفة السابقة أي بهدم المعرفة التي لم نحسن بناؤها يعني وبذلك وجب على المربيين أن يعلموا التلاميذ اعتمادا على هدم أخطائهم يعني هنا باش لار يقول لي خاص تلميذي يتعلموا هدم أخطاء ديالهم السابقة باش يتم عملية التعلم أما فريني يعني يقول فريني هنا الخطأ مجرد محاولة تشتق طريقها نحو النجاح يعني هنا الخطأ عند فريني هنا كيقول لك رهو واحد مجرد المحاولة تشتق طريقها نحو النجاح يعني كنقوله بالدريج حنا من الخطأ يتعلموا الإنسان يعني خاص المتعلم يخطأ باش يتعلم وهنا يا موران يقوله موران الخطأ في عدم تقدير أهمية الخطأ يعني كيقول لك يعني الخطأ هو إلا ما استغلتش ذلك الخطأ اللي تحطي فيه وصلحتي هذاك هو الخطأ طريقيا يعني كنتم منوا تكونوا وفهمتوا معي يعني بداغوجيا الخطأ وإن شاء الله تستنوني في بداغوجيات أخرين يعني غن أعمل يعني غتلقوا وراء هذا الفيديو بالزرق البداغوجيات إذن معاليكم هو اشترك في القناة وتفعيل زر الجرس لتوصل بجديد